أهلا بكم أعزائي المشاهدين في شرح القسم الثاني من محاضرات علم اللغة واليوم راح نتكلم عن القسم الثاني من محاضرة فخليكم وياي عندنا يتركز على ثلاث خطوات أساسية المعلم والتكستبوك والمتعلم من أهم ميزات هذا التركيز على المتعلم هو تقاضى عن الأخطاء عندنا اخطاء تصير يعني اخطاء من خلال استخدام اللغة الثانية وربط اللغة الأولى يصير عندنا اخطاء مثل عندنا اللي هو ضافة مثلا الاس مثلا الويمان اللي هو جمع ماله وومن نسويه وومنس هي أصلا ما يصير يضيف الاس لأن هذا جمع الشاذ فعندنا الموضوع المهم هنا هو ترانسفر يقصد به النقل أو التأثير اللغوي العابر وإلى اسم آخر اللي هو تأثير لغوي العابر هو شخص باستخدام الأصوات والتعبيرات والتراكيب من اللغة الأولى اللي انت اكتسبتها باللغة الثانية اللي جاي تستخدمها فهنا ما يصير عندك يعني اللغة اللي اكتسبتها انت اكتسبتها عندنا اللغة العربية اللي هي لغة الأم منعني متعلم لغة انجليزية اريد استخدمها نسويه أبدي أسوي ترجمة حرفية ترجمة حرفية مثلا عندنا أسعم مثال عربي يقول رأيت الولد الذكي رأيت الولد الذكي من يجي تستخدم مع شخص أجنبي يقول له يعني رأيت الولد الذكي هنا استخدم الاسم بعدها الصفة مثل ما عندنا باللغة العربية اسم وبعدها الصفة اللغة الانجليزية بالعكس لازم تكون الصفة بعدها الاسم يعني الصفة تصبق الموصوف فهنا سوى ترجمة حرفية رأيت الولد الذكي فهنا ما استخدم اسم بعدها الصفة باللغة العنجليزية لازم تكون عندك صفة بعدها اسم عندنا نوع عملة اللي هو والنغر في ترانسفة يسمونه النقل الإيجابي يعني أكو نقل إيجابي و نقل سلبي استخدام يعني عندك ميزة تستخدم ميزة سواء كلمة تعبير صوت من اللغة الأولى مشابه للغة الثانية عندما تستخدم اللغة الثانية مشابهة مثلا عندنا مثلا احنا قلنا اللغة العربية احنا لغة الأم فنبدو نستخدم مثلا لغة انجليزية مثلا الجمع عندنا مثلا عندنا بوي الجمع ما لها بويس ولد أولاد بالعربي كذلك ولد أولاد هنا أضاف الاس هذا ما غيرها يسمونه نقل إيجابي أما عندنا النقل السلبي اللي هو ويسمى أيضا بالانترفيرنس الانترفيرنس هو استخدام ميزة من الفرس لانجوج تختلف عن السكند لانجوج هنا استخدم ميزة من اللغة الأولى تختلف عن اللغة الثانية حاولة الانجوج تختلف عن اللغة الثانية مثلا عندنا ميزة مثلا عندنا مثل ما أخذنا مثال مثلا عندنا مثلا عندنا ناخذ مثال آخر مثلا عن نجيري في ترانس فيع مثلا عندنا أريد أن أكون لاعب كرة قدم مشهور I want to be player football famous لاحظ هنا ترجمة من اللغة العربية على الإنجليزية بهذا المثال أريد أن أكون لاعب كرة قدم مشهور فهنا ما يصير هنا ما يصير فهنا الأخطاء اللي جاء يصير من ناحية واللي هسه شائعة بمجتمعنا هو أكثر شيء استخدام يعني هسه احنا عندنا قاني كم تعلمون لغة عزيزية مرات أستخدم من الفرس لانجوج على السكند لانجوج أستخدم عبارات شنو يصير عندي سهو فأستخدم فهاي الحد اللي هنشائع عدنا النجد الترانسفير هسه الإنجوجات هسه لأخذ العملية الزيانة الايقرية أفتح الكثير من السكند المنشارة وقد يصير هادي اقصد بيه الترانسفير وإقصام الترانسفير هسه ناخذ الترانسفير 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 الانتر لانجوج يقصد بها اللغة المتداخلة عندنا اللغة المتداخلة نظام وقت من المتعلمين يعني بعض الميزات بالاضافة الى ان بعضها يكون مستقل هنا شنو الاكثر شي شاعدنا اللي هو مثلا يسمونه التحجر التحجر يعني هو التحجر شنو هي العملية التي بيها الانتر لانجوج هي عملية يصير بها اللغة المتداخلة انها تداخل شي داخل شي يعني تداخل اللغة تداخل مع بعضها البعض يعني تحتوي على العديد من ما ليس من صفات الانجوج يعني بيها استعمال يعني لغوي خاطئ بيها استخدام لغوي خاطئ يسمونها الفوصلاليزايشن مثلا شي نيم از مارية مثلا شي نيم از مارية مثلا انه بالعرب عندنا مبتدأ وخبر وتمام هنا مثلا شي از شي نيم از مارية يعني شوان صارت شي فاعل نيم وعندك از مارية يعني هنا خطأ فادح فهذا يقصد بي الانتر لانجوج او الفوصلاليزايشن الفوصلاليزايشن اوكي الدافع او الحافز عندنا ينقسم الها قسميا الدافع او الحافز اللي انت يخليك تكتسب اه اللغة فينقسم عندنا قسميا اللي هو بدافع الكثير من الأ jakie العام يقصد بها انتيجرائيشن المعتنى لانطيع او الحافز Sugar عبر得 الكثير من الأمان اوضة تكامله الدافع الكثير من الأولین التكامل لا يكون عدم م Blog muito الدافع الاساسي يقصد بالرغبة في تعلم الانضمام الى مجتمع الذي يستخدم الانضمام الى مجتمع ولكن للتحقيق بعض الهداف بعض الهداف تحقيقيا مثلا مثلا تريد تشتغل بشركة او منظمة او منظمة او موقع فهذا الدافع اللي يخليك تعلم اللغة الانجليزية بس انك تريد تحقق هذا الهدف مالك انك تشتغل بفد وظيفة او منظمة فهذا السبب يخليك تعلم اللغة الانجليزية لاحظي الاختلاف الثاني اللي عن نقيض ماله اللي هو الشي يقصد به العكس شنو دافع تكامل الرغبة في تعلم من اجل مشاركة في الحياة الاجتماعية للمجتمع الذي يستخدم يعني هنا مثلا اه التعلم اللغة الانجليزية لانك انت تحبها مثلا من اليام الابتدائية او المتوسطة فانت تعلمها يعني مو شرط انك تريد وظيفة او فالشيبس انت هاي يحب اه اللغة الانجليزية اللي بداخلك ينطيك حافز ودافع انك تعلم اللغة الانجليزية حتى شنو يصير يعني تريد تكون يعني اكسبتد ميمبار يعني تحب تكون تكون مثقف تريد تعلم لغات اه لغة اجنابية سواء انجليزية واي لغة بالعالم بس مول الصالح غير شخصي انت تريد تعلم اللغة انجليزية او كمنهم يتعلموا اللغة انجليزية مجرد الهدف باله مثلا انه يريد يصير كمدير يريد يشتغل مثل ما ذكرنا منظمة او فد شركة اما هو حب للغة الانجليزية في يريد يتعلمها اوكي الموضوع اللي بعده اللي هو الانبوت والاوتوت المدخلات والمخرجات المدخلات والمخرجات المدخلات تحت مثلا اوصل مثلا ان تكون شخصت بالمدخلات والمخرجات تحت عندنا مثلا اللغة الانجليزية مبنية على اساس اربع مهارات اللي هي الريدنج واللسننج والسبيكين والرايتنج عندنا الريدنج واللسننج هاي يسمونها الامبوتس المدخلات لازم منتري تعلم اي لغة بالعالم لازم تقرأ وتسمع المخرجات رح يصير نتيجة المدخلات اللي قرأت ما رح يصير عندك تحدث وكتابه في الانبوت اللغة اللي تعرض لها الحاج او المتعلم هاي يقصد قلنا بهم مدخلات عدنا من ضمن المدخلات اللي هو يسمونه الفورنر توك الفورنر توك يعني الحديث الاجنبي اشو ما نسمي انك تستخدم الحديث الاجنبي مثلا هو يقصد ب وسيلة لاستخدام لغة مع غير الناطقين بها الذي هو في ابسط في البنية والمفردات عندك تستخدم لغة انجليزية مثلا مع غير ناطقين بها يعني غير متعلم اللغة انجليزية بستري توصل لفكرة وعنده مدخلات على اللغة مثلا بالعراق مثلا شخص احنا دارتين انجليزي خلال العدادية والبتدائية والمتوسطة فهو اصلا ما يحتي انجليزي بس عند الطلاع الانجليزي تحاول تبسط الفكرة الى حتى شنو يقدر يستوعبها يقدر يستوعبها مثلا عندنا هذا تركيب معقد هذا ما رح يفهم اصلا بس من الدولة مثلا رح يعرف عجبتك يعني يو لايكت تمام فهنا رح يفهم فهذا يقصد بي الفورنر الموضوع اللي بعد عندنا يسمونه طريقة السؤال والجواب اللي هي احنا نسميها يعني بخلال دراستنا الماضي اللي نسميها الدايلوغ طريقة السؤال والجواب استخدام اللغة يعني بتواصل حتى يظل شنو المفردات تتطور عنده فيقصد بيه النقشيات الانبوت is second language material that the learner can acquire an interaction through request for clarification while achieve attention to being focused on what is said يعني ناسر اهتمامها بالتفاعل سؤال و جواب سؤال و جواب هاي نسميها طريقة السؤال و جواب اللي نسميه initiated input الآوتبوت هسا عندنا خلصنا من الانبوت عرفنا الشخصة بالانبوت عرفنا بالفون التوك ونيجية الانبوت فصارت عندنا مدخلات قوية هسا نجي ناخد المخرجات اللي هي output the language produced by an acquirer or learner in contrast to input على النقيض من المدخلات هي اللغة التي ينتجها الحائز او المتعلم يعني او الكاسب نشو نقول اه انها من جهزة الانبوت مدخلات تقويتها فسوان باللغة الانجليزية تبدأ عند ال outputs السماعات والديالوج وزوت مناقشات وهاي فلازم يصر عندك مخرجات على اللغة تبدأ عند speaking and writing جانب ال speaking and writing اللي تعتبر الاوت و المخرجات الموضوع البعد اللي هو task based learning التعلم على اساس المهنة هي شنو يقصد بي التعلم على اساس المهنة يعني تبادل المعلومات وحل المشاكل كوسيل لتطوير القدرة في اللغة انك تبادل المعلومات يعني تحاول تستخدم المعلومات تبادلها بمعلومات مثلا عندك احل تمارين وغير وغير تبادل معلومات بهاي الحالة انت يصر عندك سقل للغة تبدي الظلم تواصل تبدي نشاطات عندك تصير وهو يصر عندك إبداعات بالمواضيع مثلا عندنا ناخذ مثلا conditional closed in English مثلا F closed في الشرطية باللغة الإنجليزية مثلا بها نعرف بها أربع حالات بعدها ناخذ التمارين نعرف كل حالة تعبر عن شنو منعرفنا كل حالة تعبر عن شنو وبعدها استخدمنا التمارين الموضوع راح يترسخ بدماغنا فهي سمنا التاسك بيسد لرنين using activities involving information exchange and the problem solving as a way of developing ability in language again using activities involving sorry information exchange and the problem solving as a way of developing ability in language فهي سمنا التاسك بيسد لرنين تاسك بيسد لرنين الموضوع ما قبل الأخير إن شاء الله اللي هو يقصد بي communicative competence communicative competence الكفاءة الاتصالية شو يقصد بي له الكفاءة يعني أول قدرة التواصلية عفو قدرة التواصلية هي القدرة العامة على استخدام اللغة بشكل دقيق ومناسب ومرن القدرة العامة على استخدام اللغة بشكل دقيق ومناسب ومرن قدرة العامة على استخدام اللغة بشكل دقيق ومناسب ومرن عندنا القدرة التواصلية تنقص منها ثلاثة أقسام أولا القدرة النحوية القدرة على استخدام الكلمات والتراكب بدقة كجزء من القدرة التواصلية إذاً القدرة على استخدام اللغة بشكل دقيق ومناسب 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 وأن تقبير أكثر دقاً which involves the accurate use of words and structures, concentration on a grammatical competence only, however will not provide the learner with the ability to interpret or produce second language suppressions appropriately. هنا يتركز بس على الاستخدام الكلمات والتراكيب الدقيقة. ما العلاقة فقط بالقرامر. يختص بالقرامر. فقط يختص بالقرامر. ما العلاقة بايشي خارج القرامر. هنا هي الطريقة مركزة على القرامر. ثانياً طريقة القدرة اللغوية الاجتماعية. يقصد بها القدرة على استخدام اللغة بشكل مناسب وفقاً للصياغ الاجتماعي كجزء من القدرة التواصلية. The ability to use language appropriately according to the social context as part of communicative competence. هناك استخدمنا بالقرامر accurately. تمام؟ هنا نستخدم appropriately. هناك الدقة استخدمنا. هنا اللغة المناسبة اللغة المناسبة اللغة المناسبة اللغة المناسبة وفقاً للصياغ الاجتماعي. Socio-linguistic competence. مثال ناخد عليها. Can I have some water? Can I have some water? عكسة مثلاً يعني الضوضة مثلاً Give me some water. Give me some water. فهذه تعتمد يعني شو ما نقول على الشخص اللي تحكي وياه مثلاً. إذا تحكي مع شخص شبير بالعمر. Can I have some water? Can I have some water? مثلاً شخص شبير بالعمر تقول لها ممكن يعني أحصل على بعض من الماء. بس من تقول Give me some water مثلاً طفل عندك. فهذه ما تحكي وياه يعني فكل واحد للأسلوب الخاص. هنا يقصد بها use language appropriately. يعني طبقاً وفقاً للصياغ الاجتماعي. النوع الثالث واللي هو الأخير يسمونه strategic competence. القدرة الاستراتيجية. القدرة على استخدام لغة فعالة لتنظيم الرسائل والتغلب على مشاكل الاتصالات المحتملة كجزء من القدرة التواصلية. شو يقصد به يعني هذه strategic competence. يقصد به هسه إحنا عدنا باللغة أكون شيء اسمه مرادف. لما أنا ما أفهم فات كلمة معينة. أنت تبدي تشرح ليها هذه الكلمة. تشرح ليها مثلاً هسه لو استخدمها كلمة من الجنوب. من جنوب العراق. أنا ما سمعها قبل يعني. وما أعرف معناها. فأسأل الشخص اللي عشاه ليها. أقول لي أشرح ليها أكثر. وضح ليها أكثر. الشخص يقصد به يعني. فيبدي يشرح. أما ينطيني كلمة مرادفة أما يبدي يشرح ليها. مثل اللغة الإنجليزية مو بواس المرادف عبارة شرح هاي. إما مثلاً كلمة تقابلها أو كلمة ما تقابلها مثلاً ما تحضرك الكلمة تبدي تشرحها. فيقصد به فيقصد به ما تفهم كلمة لازم واحد يشرحها إليك. أوكي. خلينا أخذ مثال. مثال هذا موجود يعني عندنا بالكتاب. يعني عندنا شخص عربي يعني متحد بنتكلم عربي أراد أن يشير إلى حدوة في اللغة الإنجليزية. بس هو ما عرف الكلمة ما لها. هو أصلاً ما عرف الكلمة ما لها. ما عرف شنو حدوة بالإنجليزي. فش بدأ يعبر؟ بدأ يعبر عنها مثلاً. So he used a communication strategy. استخدم communication strategy. اليسر أنا أخذ تعريف إضافي لهاي النقطة. He created a way of referring to the object by using. أشار لها عن طريق استخدام شنو vocabulary he already know. استخدم saying the thing that horses wear under their feet. الأشياء اللي الأحصنة ترتديها تحت أقدامها. The iron things. هاي الأشياء الحديد. المستمع under suit immediately. مباشرة فهم المستمع what he meant. عرف الشيء يقصد. يقصد بيه ال horse's horse's hose. هاي القطع الحديد اللي يصير برجلين الأحصنة. اللي يخلوها برجلين الأحصنة. حتى يعني ما تسوف رجلين الحصان. فما عرف يعبر عنها مثلاً حدوة. فما عرف يعبر عنها بكلمة. فبدأ يعبر يقول الشيء اللي يخلونا برجلين الحصان. وحديد. في المستمع مباشرة فهم الشيء يقصد هو بكلامه. فعندنا هناك شيني قلنا نستخدم هذا المثال. استخدم communication strategy. هو الشيء يقصد بيه. يعني وسيلة للتغلب على الفجوة بين القصد التواصلي. والقدرة المحدودة للتعبير عن ذاك القصد. يعني انطر قدرة المحدودة اللي هو عنده كل ما يعرف عنها. حتى يقدر يعبر حتى بس انه يوصل الفكرة للمستمع الشيء يقصد هو. فهي يسمونه. موضوع الأخير اللي هو اللغويات التطبيقية. دراسة طائفة واسعة من المسائل العملية التي تنتوي عليها اللغة. بصفة عامة وتعلم اللغة الثانية بشكل خاص. هنا عدا Linguistics是 is investigating the complex nature of second language learning by appealing to ideas from linguistic analysis and other fields such as communication studies, education, psychology and sociology. It is concerned with practical issues involves language and its role in everyday life. It attempts to deal with a large range of real-world issues involving language, not only second language learning. It has created connections with fields as diverse anthropology, neuro-linguistics, social psychology and science language studies. The last question is theoretical linguistics. The theoretical linguistics focuses on phonology. This theoretical linguistics focuses on phonology, syntax and semantics. is often discussed in very abstract terms. This theoretical linguistics focuses on phonology, which is the study of buttons, and the syntax, the structure, which is called syntax, and the semantics, which is the meaning of phonology. عن المواضع المهمة الموجودة في ال study questions. الهيس شرحنا مع الcommunicative components. هنا لقدرة التواصلية تنقسم على ثلاث اقسام اللي فحاولوا تركزون على اسئلة الفصل اللي موجودة بنهاية الفصل راح تلقى مثلا بها اسئلة مثلا شوية داخلة بالعمق بس هي تحب واحد يطلع عليها قبل لا يبدي بالفصل شرع الفصل حاول تطلع على الاسئلة حتى تعرف اكو كلمات اكو في المواضيع لازم تستنتج انت يعني ما تتعلم اللغة من الروع المواد في اللغة الانجليزية